موسيقى أغرب خمس اكتشافات في المقابر حيرت العلماء أولا مترقة ثور أو كما يطلق عليه مترقة الإله ثور منذ مئات السنين تم العثور على أكثر من ألف قطعة صغيرة على شكل المترقة في مواقع مختلفة بشمال أوروبا ولم يعرف المعنى المقصود به وتم اكتشاف تميمة واحدة في بلدة كوبلاث عام 2014 الموجودة على جزيرة دنماركية كان مكتوب عليها باللغة الرهنية هيمير إيكس إيز بمعنى هذه مترقة تعود هذه المترقة إلى إله الرعب ثور كما كان يسمى الذي كان يملك مترقة حربية سحرية تسمى ماغولينير والتي عندما ترمى ترجع إلى يد صاحبها بعد أن تصيب هدفها ثانيا أنسجة المخ يعتبر الموقع الأثري ويندوفر من الاكتشافات المهمة في المقاطعة بريفارد بالولايات فلوريدا الأمريكية تم العثور عليه عام 1982 عند إنشاء مجموعة من العمال المحليين طريق مكان بيركا حيث اكتشف عامل الحفار عدة جماجم قام بإخراجها أثناء عملية الحفر توقفت عملية التشييد وتم استدعاء فريق أثري وعثرت على 129 محفوظة بشكل جيد وتم انتشال الأنسجة المخ بحالة جيدة من الجماجم وبعد دراسة ما يقارب من 90% من الجماجم توصلت أن هذه الممارسات شائعة في العصر القديم قبل 6000 سنة بدفن الجثث في المياه وبسبب خصائص الوحل الحافظة على البقايا الأنسجة ثالثا تقطيع أوصال حمار وتعتبر أوكستين أقدم مستوطنة في أمريكا الشمالية وتحمل قيمة تاريخية مهمة ومع ذلك حيرت العلماء عند اكتشاف جثة حمار بثرت أوصاله عام 2007 وتم اكتشافه على يد عالم الآثار كارل دي هولبرت ووفقا لكارل قطعت أطراف الحمار قبل أن يدفن وتم ترتيب أطرافه الأربعة بشكل غريب داخل المقبرة ولم يفسر وجود الحمار بهذه الطريقة حتى الآن رابعا ممياء بيرو وهي في وضع الجنين تم اكتشافها منذ عام 2012 ببيرو في أمريكا الجنوبية ويعود تاريخها إلى ألف عام عثر على الممياء وهي في وضع الجنين كالأطفال ووجدت مع أكثر من 80 ممياء كما عثر على هيكل آخر بموقع أثري يعود لحضارة الأنكا القديمة وتم تقديمها كقربان في احتفاليات لتقسم خاص بتلك الفترة خامسا جثة بدون رأس وفي عام 2009 عثر علماء الآثار من جامعة إكسفورد على مقبرة في إنجلتر ترجع إلى العصور الوسطى ووجدوا في حجرة الدفن 54 جثة مدفونة دون أي متعلقات أو ممتلكات كما اكتشفوا أن الرؤوس تم قطعها ووضعت بجوار الجثث قبل دفنها وأشارت التحقيقات مستندة إلى أذلة الطب الشرعي إلى أن هذه الجثث ربما تكون نتيجة مذبحة قام بها شعب الفايكينغ أثناء مدهامتهم للأراضي الأنجلوسكسونية وفي النهاية لا تبخلوا علينا بإجاب لتقييمنا ترجمة نانسي قنقر